سهم تسلا تكتسب شعبية كبيرة عند المستثمرين بسبب الارتفاعات الكبيرة التي حققها السهم خلال السنوات الماضية وفعلياً سهم تسلا صنع كثير ملايين للمستثمرين في هذا السهم لكن اللي صار من بداية سنة 2022 انه السهم تقريباً تراجع بأكثر من 57% من أعلى أسعار وصلها السهم وصل مستويات الـ 400 و 403 دولار وتراجع عنها لحد المستويات الحالية عند حوالي 170 دولار للسهم في الوقت اللي أنا أسجل فيه الحلقة هذا الموضوع خل كثير من المستثمرين يتساءلوا هل سهم تسلا كان عبارة عن هايب وانتهت هل السهم كان عبارة عن تريند وانتهى ولا شركة تسلا هي شركة حقيقية لها مستقبل كثير منها بحلقتنا اليوم ما رح أنا أعيد بخصوص التحليل الأساسي بخصوص شهم تسلا لأنه هذا الإشي إحنا عملناه في حلقة سابقة بدعوكم إلى الاطلاع إليها ورح أحط لكم اللينك في رابط هذا الفيديو لكن بدنا نحكي اليوم على تسلا 2022 وما بعد 2022 هل السهم بيستحق الأسعار الحالية ولا السهم فعلا سعره كثير غالي وما بيستحق هاي الأسعار والحقيقة أنه كلياتنا شفنا الصورة اللي كانت بتقارن بين القيمة السوقية لشركة تسلا مع القيمة السوقية لكل شركات صناعة السيارات الثانية في العالم كانت القيمة السوقية لشركة تسلا عند مستويات الأربعمائة دولار حوالي تريليون دولار أمريكي اليوم القيمة حوالي أربعمائة مليار دولار أمريكي القيمة السوقية للشركة في وقت أنه بعض الشركات السيارات الثانية كان أداءها جدا أفضل من تسلا خلال السنة الحالية طبعا هذا التراجع الكبير اللي صار بسعر سهم تسلا فيه له أسباب منها أسباب مبررة منها أسباب قصيرة الأمد وفيه ممكن يكون فيه منها أسباب طويلة الأمد إذا بدأنا بأسباب تراجع سهم تسلا خلال السنة الحالية منلاحظ بأنه إيلون ماسك والي هو سيو شركة تسلا هو أحد أهم أسباب ارتفاعه وتراجع السهم لأنه إيلون ماسك واضح بأنه هو شخص مؤثر جدا والناس تثق في إيلون ماسك وكلمة إيلون ماسك لما بترتبط بشركة معينة هاي الأيام خاصة شركات التكنولوجيا بتعادل لما بنحكي وورين بوفيت في عالم الاستثمار لذلك سهم تسلا سعره مرتفع مقارنة في الأسهم التانية لكن قيام إيلون ماسك بشراء شركة تويتر وما نتج عنها من العدوات ما بينه وما بين السياسيين من الحزب الديمقراطي هذا موضوع أثر بدرجة كبيرة على شركة تسلا تانيا قيام إيلون ماسك بشراء شركة تويتر أدت أنه تجبره أنه يبيع عدد لا بأس به من أسهمه بشركة تسلا وهذا كان عامل ضاغط على السهم المشكلة الثالثة من صفقة تويتر بأنه واضح بأنه إيلون ماسك مركز بدرجة كبيرة على إعادة تأهيل تويتر وهذا الأشي أعطى المستثمرين الفكرة بأنه يمكن يكون إيلون ماسك مش كتير مهتم حاليا أو مركز مع شركة تسلا اللي هي المفروض أنه هي أهم شركاته اللي هو حاليا بيمتلكها طبعا إيلون ماسك بيمتلك شركة سبيس إكس ستارلينك بورين كومبني وشركات تانية كتير الآن الحلو بالنسبة لموضوع تويتر بأنه إيلون ماسك أعلن بأنه هو ما بده يضل بتويتر لفترة طويلة بده يحط شخص يديه للشركة مكانه ثانيا المشاكل اللي عم بتصير مع تويتر قريبا جدا رح تنحل لأنه يعني الموضوع عبارة عن ترنده مهالوقت الناس رح تنسى هذا للتالي مشكلة تويتر إحنا ممكن نعتبرها أنه كان عامل ضاغط بشكل مؤقت على أسهم شركة تسلا لأنه كمان حتى بيع إيلون ماسك لأسهمه بشركة تسلا توقف لأنه خلص أتم العملية المشكلة التانية اللي بتواجه شركة تسلا هي الصين والصين مهمة لتركة تسلا لتربط أسباب السبب الأول بأنه مصانع تسلا الكبرى حاليا موجودة في الصين في شانجهاي السبب التاني أنه الصين واحد من أهم الأسواق بالنسبة لشركة تسلا تقريبا هي السوق رقم 2 بعد الولايات المتحدة الأمريكية للشركة وثالثا من قدر نحكي بأنه شركة تسلا بتعتمد بدرجة كبيرة على الأعفاءات الضريبية في الصين واللي هي رح تنتهي بنهاية شهر ديسمبر الحالي وبالتالي بعديها رح يكون مبيعات السيارات الكهربائية في الصين ممكن تاخد منحنة مختلفة وبالنسبة لموضوع الأعفاءات الضريبية في الصين فالصين تقريبا بتعطي أعفاءات ضريبية لأي سيارة بتقيمتها عن 43 ألف دلار أمريكي أو ما يعادل 300 ألف يوان صيني الآن الحل بالنسبة لشركة تسلا هو أنهم ابتداء من الربع الثالث في سنة 2023 رح يبدأوا بإنتاج نوعية معدلة من سيارات تسلا موديل 3 بقيمها أقل وبكوست أقل على الشركة وبالتالي رح يقدروا أنهم يخففوا التكلفة على المشتريين الصينيين وهذا الإشي ممكن أنه يعوض عن الأعفاءات الضريبية اللي رح تلتغى بنهاية شهر ديسمبر الحالي طبعا الجانب الإيجابي من الموضوع أنه ممكن الصين يتمدد الأعفاءات الضريبية ما حدا بيعرف أو ممكن أن الصين تعطي أعفاءات ضريبية جزئية بالتالي بما أن الأسواق بتتوقع بأنه رح تنتهي الأعفاءات الضريبية في نهاية شهر ديسمبر ونقدر نحكي بأن الأسواق سعرات الأسوأ بالنسبة لساهم تسلا من هاي الناحية تحديدا بالتالي إذا الصين تلغي الإعفاءات الضريبية أريد الأسواق عارف هذا الإشي إذا الصين بتخلي إعفاءات جزية أو بتمدد الإعفاء الكلية هذا رح يكون إيجابي بالنسبة لساهم تسلا العامل الثالث اللي أدى لتراجع السهم هو تقارير شفناها خلال الأسبوع الحالي من وكالة بلومبورغ للأنباء بأنه فيه تباطئ في مبيعات سيارات تسلا وهذا الإشي أدى إلى قيام الشركة بتقليل عدد ساعات الدوام للموظفين وتقليل إنتاج سيارات تسلا مودل واي بنسبة 20% طبعا شركة تسلا طلعت وردت على تقرير بلومبورغ ونفت هاي التقارير لكن في بعض المحللين بيتوقعوا بأنه هاي التقارير ممكن تكون تقارير واقعية لأنه ببساطة مبيعات السيارات في الصين إجمالا اتراجعت إلى حوالي 17.2 مليون سيارة خلال السنة الحالية والهي يعتبر واحد من أقل معدلات مبيعات السيارات خلال آخر 9 سنوات السبب في هذا الإشي طبعا أزمة عقارية كبيرة في الصين أزمة كوفيد 19 اللي ما عم تنتهي في الصين وطبعا بالإضافة لهذا الإشي أزمة الثقة الموجودة عند الناس في النظام المالي هناك لكن القود نيوز شفنا شركة إفري جراند اللي هي تعني أكبر مطور عقاري صيني بتتوقع بأنها أخيرا رح تقدر أنها تسدد بعد دفعات القروض المترتبة عليها وبالتالي يواضح أنه في دعم حكومي صيني رح يمنع في النهاية هاي الشركات من الإفلاس هذا الموضوع بيأثر بطريقة إن دايريك بأنه بيرجع الثقة بدرجة معينة بالاختصاد الصيني وثانيا نقدر نحكي بأنه الصين بدأت بعد الاحتجاجات الكبيرة اللي صارت عندها تخفف تدريجيا من إجراءات الكوفيد 19 وهذا الإشي مع الوقت رح يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد الصيني مرة تانية ومع انتعاش الاقتصاد الصيني أكيد يتوقع أنها تزيد المبيعات في أسوأ الظروف أن المبيعات تضل ثابتة وهذا الإشي رح يكون منيح لشركة مثل تسلا لأنه شركة تسلا مبيعاتها 100% سيارات كهربائية والحصة السوقية للسيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السيارات في الصين عم بتزيد مع الوقت وحصة شركة تسلا ارتفعت خلال سنة من 8.5% إلى حوالي 10.5% من إجمالي مبيعات السيارات في الصين وبالتالي منيقدر نحكي بأنه تسلا عم بتكتسب حصة سوقية أكبر في الصين عم بتبيع عدد سيارات أكبر في الصين والصين بالنسبة لها سوق استراتيجي جداً وبالتالي منيقدر نحكي بأنه الخطر المترتب على الصين هو خطر الريدي شركة تسلا أو السهم بسعره الحالي سعر هذا الخطر اللي ما سعره السهم هو احتمالية دخول الصين في ركود اقتصادي أكبر أو دخول الصين في حجر لفترة طويلة وعدم انتهاء إجراءات الكوفيد 19 هاي الحالي رح تكون مؤذية بالنسبة لسهم تسلا بس مع الإجراءات الحكومية اللي عم نشوفها حالياً المتوقع بأن الصين رايحة باتجاه الانفتاح الاقتصادي مرة تاني وهذا اللي رح يكون إيجابي بالنسبة للسهم لو اطلعنا كمان على سهم تسلا للمستقبل بنلاحظ بأنه شركة تسلا في 2 ديسمبر سلمت أخيراً أول تسلا سيميتراك لأحد زبائنها واللي هي شركة بيبسيكو هذا معناته بأنه الإنتاج رسمياً للسيميتراكس بدأ والجميل في السيميتراكس بأنه سعر الواحد منها لا يقل عن 180 ألف دولار أمريكي المنافسة محدودة بين عدد محدد من الشركات وهي أكيد كتير أقل من المنافسة على مستوى السيارات العادية ولو أخذنا واحدة من أكبر الشركات في مجال التراكس واللي هي دايملر تراكس أو زي ما إحنا بنعرفها بالعامية شاحنات شركة مرسيدس لأن مرسيدس أو دايملر فصلت شركة بيع الشاحنات عنها وسوتها شركة مستقلة لو اطلعنا على مبيعات دايملر تراكس لحالها رح نلاحظ بأنها مستقرة عند حوالي 50 إلى 55 مليار دولار على أساس سنوي وبالتالي احنا بنحكي على سوء المنافسة فيهم مش كبيرة عدد المنافسين إقلال وتسلا عم تطرح شاحنة فل سيمتراك في هذا المجال ممكن تكون التكنولوجيا اللي فيها أفضل من المنافسين وبالتالي هذا ممكن يعطي تسلا فرصة كبيرة لنمو خلال الأشهر القادمة كمان شفنا تسلا بدأت ببناء مصنع خاص بالبطاريات إلها في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الإشي طبعا إنتم رح يقلل من اعتماد شركة تسلا على شركة CATL الصينية أكبر مصنع بطاريات للعالم وطبعا رح يكون مصدر دخل إضافي لشركة تسلا اللي ممكن تبيع هاي البطاريات للمنافسين طبعا شفنا كمان تقارير عن أنه شركة تسلا مهتمة بأنها تدخل مجال تعدين الليثيوم وغيرها لكن كلياتها هاي تقارير ما رح نحكي عليها هلا شفنا كمان تقارير على مجال الـ Autonomous Driving والـ Autonomous Fleets اللي هي عبارة عن مجموعة من التكاسي أو السيارات ذاتية القيادة اللي بتعمل على شكل أوبر أو على شكل تكاسي لكن ما رح نعلق برضو على هاي الأشياء ولا رح ندخلها بحسابنا لأنه يمكن هاي الأشياء بعيدة بدها يمكن سنوات من اليوم اللي بدي أضيفه على هذا الإشي لو طلعنا على أرقام شركة تسلا إحنا حكينا السهم تراجع حوالي 57% في مقابل هذا التراجع بـ 57% إيرادات شركة تسلا ارتفعت خلال السنة الحالية حوالي 55% وبتتوقع الشركة إنها تستمر في إنها تزيد عدد السيارات اللي بتوصلها للمستخدمين على أساس سنوي بأكتر من 50% خلال السنوات القادمة بتتوقع الشركة بـ 2023 تكون إيراداتها حوالي 116 مليار دولار وبالتالي إحنا بنحكي على شركة بتتوقع إن إيراداتها ومبيعاتها تنمو على حوالي 50% على أساس سنوي بتتوقع هاي الشركة إنه أرباحها السنة القادمة تزيد 37% السنة اللي بعدها 25% بتالي إحنا عدين بنحكي بإيرادات كبيرة بنمو عالي بأرباح جيدة وبنحكي بمكرر ربحية على أرباح الشركة لسنة 2022 حوالي 41 ولهو مكرر ربحية عالي جدا لكن في المقابل مكرر ربحية هذا رح ينخفض لـ 31 في سنة 2023 إذا الشركة بتقدر تحقق أرباح بحوالي 5 دولار للسهم الواحد طبعا هذا الإشي هنا بيخلينا نفكر أنه طب إذا الشركة بتعمل نمو 50% بالإيرادات السهم بتراجع 57% هل هاي opportunity ولا لا؟ خلونا نأخذ كمان فاكتور تاني نطلع على نسبة الأسهم اللي حاليا تعتبر رابحة في الأسعار الحالية بالنسبة لتسلا اللي هي من إنجليزيا منسميها Total Profitable Shares at Current Prices هاي النسبة شو بتحسب تحسب أنه بين كل عدد أسهم تسلا الموجود اليوم كم عدد الأسهم اللي شتروها المساهمين بسعر أقل من سعر السهم الحالي اللي هو حوالي 170 دولار بنلاحظ بإنه هاي النسبة حوالي 5% يعني تقريبا عن سعر حوالي 170 دولار للسهم 95% من كل مساهمين تسلا خسرانين في أسهمهم حاليا اللي شو بتفيدنا هاي النسبة لما يكون 95% من المساهمين خسرانين هون إحنا بنقدر نفكر بإنه المساهمين وصلين لمرحلة إنه البيع بالنسبة إلهم مش ميزة بالعكس إنت هون إذا بتبيع بتخسر وبالتالي كتير من المستثمرين بفكروا إنهم ما يبيعوا والبيع رح يقصر فقط إما على الشركات اللي لازم تعمل ري بالانس أو إعادة توازن بمحافظها أو بالمستثمرين اللي ما بتحملوا الإخسارة أو بالمستثمرين اللي بيستخدموا رافعة مالية وبعد حوالي 57% تراجعوا وانهيار أسهم التكنولوجيا خلال السنة الحالية مستويات الرافعة المالية تراجعت بدرجة كبيرة وبالتالي بنقدر نحكي كمان بإنه ما فيش هالرافعة المالية اللي تخاف منها زي مثلا سنة 2021 وعشر بتالي نقدر نحكي من هون انه سهم تسلا عم بيمشي كليا بعكس اتجاه مسير الشركة وهذا الاشي دليل انه إحنا اليوم بدأنا نتطلع على بالنسبة لهذا السهم حتى نشوف الامور بطريقة أوضح خلونا نقارن مقارنة سريعة بين سهم تسلا سهم جنرال موتورز وسهم فورد الآن خلال السنة الحالية هذول السهمين كان أداهم أفضل أكيد من سهم تسلا لكن اذا طلعنا على الأرقام شركة تسلا بتتوقع مبيعاتها أو إراداتها تنمو بأكتر من 50% شركة جنرال موتورز بتتوقع السنة الحالية انها تحقق نموه بحوالي 12% والسنة القادمة بحوالي 9% وفورد بتتوقع السنة الحالية نموه ب13% والسنة القادمة ب10% فقط بالتالي نحن نحكي أن تسلا بتتوقع أنها تحقق نموه في إراداتها أكتر من 5 أضعاف النمو اللي بتوقعوا جنرال موتورز وفورد لو أخذنا عامل تاني تطلعنا على حجم الإرادات نفسها حجم إرادات تسلا حوالي 83 مليار المتوقعة السنة الحالية فورد و جنرال موتورز ممكن يحققوا أرقام قريبة من 170 مليار خلال السنة الحالية لكن للفوتشر خلونا نتذكر بأن شركة تسلا 100% مبيعاتها سيارات كهربائية بينما جنرال موتورز وفورد مبيعاتهم جزء كبير منها عبارة عن سيارات تقليدية وبالتالي نحن نحكي على بيزنس بالنسبة لجنرال موتورز أو فورد جزء منه عبارة عن سيارات بتعمل في الوقود أو الانترنال كومبستبل انجنز وهدولة طبعا مبيعاتهم عم بصير فيها تراجع وجزء تالي اللي هي السيارات الكهربائية اللي مبيعاتها فيها نمو بالتالي مشكلة هدول الشركتين وكل الشركات اللي مثلهم انهم لازم يعملوا توازن بين القطاعات اللي عم بتراجع النمو فيها والقطاعات اللي عم بيزيد النمو فيها في المقابل تسلا بتعمل فقط في السيارات الكهربائية وبالتالي معها مجال كتير كبير انها تنمو حتى في الظروف الحالية خلونا ناخد عامل تاني مثلا هو نسبة المديونية تسلا سهم عليه مديونية حوالي 5 مليار دولار فقط وعنده اكتر من 21 مليار كاش بينما في المقابل جنرال موترز وفورد غر قانين بالدين بمستويات مديونية فوق الميتة مليار لكل سهم فيهم بتالي منقدر نحكي انه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لو العالم دخل ركود اكيد الشركات اللي عليها مستويات مديونية اقل هي الشركات اللي بتكون اكثر قدرة على انها تتحمل الظروف الصعبة لانه تسلا تربح معها كاش عالي مديونية قلم الصفر 5 مليار دين الى قيم السوقية حوالي 400 مليار دولار بينما في المقابل اذا طلعنا على فورد او جنرال موترز اذا لا صمح الله دخلنا ركود اقتصادي وهو احتمال وارد هذول الشركتين رح يطروا يتحملوا نستويات مديونية كتير عالية او ممكن حتى يقتربوا من الافلاس والناس اللي عندها خبرة في الاسهم تذكروا بال2008 انه شركة جنرال موترز فلست وشركة فورد كانت على حافة الافلاس وشركة فيات كرايزلر فلست وبالتالي افلاس الشركات الكبرى مش اشي غير متوقع في الركود الاقتصادي لكن بهذاك الوقت امريكا دعمت شركاتها وانقذتها من الافلاس بتالي المقدر نحكي بانه على العكس ما كتير ناس بتتخيل تيسلا استثمار اقما من شركات مثل جنرال موترز وفورد وفي نفس الوقت تلاجع السهم كان كبير خلونا نطلع على كمان فاكتور اخير انا بالعادة ما بهتم له كتير بتحليلاتي لكن خلونا نطلع عليه واللي هو التحليل الفني وانا بتطلع على التحليلات في سيكينج الف انتبهت بانه في محلل بفوند سترات كان متوقع بانه تيسلا فنيا ممكن السهم يتلاجع سعر سهمها الى 165 دولار طبعا هذا التحليل كان في بداية شهر 11 وتوقع بانه في اسوأ الظروف ممكن سعر سهم تيسلا يتراجع الى 109 دولار للسهم وتوقع هو انه هذا التراجع يكون بين شهر 12 الى شهر 5 منقدر نيكي احنا بانه ال 165 دولار اللي هي التارجت اللي كان واضع على هذا المحلل الفني تقريبا هذا التارجت اتحقق واذا اطلعنا مع بعض على التشارتس رح نلاحظ بانه ال 165 هو مستوى دعم بالنسبة للسهم حاليا والمستويات عند حوالي 170 دولار هي كمان مستويات دعم قوية بالنسبة لهذا السهم وتسلا فنيا فنيا حاليا نقدر نحكي انه اذا ادري حافظ على مستويات ال 165 دولار ما ينزل تحتها رح يكون كسر الترند الهابط ورح يكون بدأ بترند افقي وممكن بعد الترند الافقي طبعا ما حدا بعرف هل بعد الترند الافقي السهم رح يرجع يرتفع مرة تانية ولا رح يرجع يتراجع هذا احنا ما منقدر نعرفه لكن نقدر نحكيه انه بالشكل الفني الموجود عنا حاليا في عنا double bottom واللي هو شكل يعتبر ايجابي بالنسبة للسهم وفي عنا بداية الترند افقي واللي هو ممكن يكون نهاية لتراجع السهم وبالتالي حتى من ناحية فنية منقدر نحكيه انه سهم تسلا واقف عن مستويات دعم قوية انه ادري حافظ عليها ما يكسرها السهم ممكن يكون رح يرتد بدرجة اكبر طبعا هذا الاشي انا وضحته بديتيلز كتير اقل بحلقة قبل اسبوعين لما انا حكيت انه سهم تسلا وصل القاعد حوالي 160 دلار وبعدها السهم ارتفع لل 195 دلار رجع تراجع الاسبوع الحالي بسبب تقارير بلومبرغ عن تراجع الطلب على السيارات تسلا بالتالي بندور احنا نحكي من كل البيانات اللي انا عرضتها اليوم بانه سهم تسلا ارخص بكتير مما الناس بتتوقع اقمن بكتير مما الناس بتتوقع عنده مجالات لمنمو اكبر بكتير مما الناس بتتوقع تسلا شركة غير اعتيادية واغلب الاخطار اللي بتواجه السهم اليوم هي اخطار مؤقتة مستويات الدعم المهمة بالنسبة للسهم بالنسبة للمضاربين هي عند ال 165 دلار وعند ال 150 دلار وطبعا عن كده عند ال 170 دلار لكن في حال لا سمح الله السهم كسر هاي المستويات الحالية فممكن يكون الطريق مفتوح للمية وعشرة دلر طبعا هذا في اسوأ الظروف في حال دخلنا ركود اقتصادي كبير انما المنطق بيحكي انه سهم تسلا لازم انه يرتد لانه جزء كبير من تراجع السهم ما كان مبرر طبعا حلقة اليوم بتختلف عن التحليلات الاسبوعية اللي احنا كنا نعملها سابقا والسبب انه انا عملت تحليل سابق عن سهم تسلا اذا حابين تعرفوا اكتر عن ارقام السهم وعراء المحللين بالسهم والسبب حبهم او كرهم لهذا السهم والنظرة المستقبلية اليو بدعوكم انكم تتوجهوا للفيديو اللي في نهاية هذه الحلقة رح تركلكم اللينك اليو تتفرجوا على الفيديو حتى تاخدوا فكرة اشمل عن شركة تسلا اشوفكم انشاء الله على خير ويعطيكم الف عافية